حسن وهبة نقيب الحرفيين بشتغل بالنحاص وبالقوانئ كما شفتوا من شوي صوانئ وصحون وكاسات للطياف وهي ومعمل موديلات رياد ومرياد كل شي هيك قديم وعريب للتراث وخاصوا بال أشغال الحرفية تقريبا من نفسه في تحت شفتوا كمان شي أقوال تنكتب بيوت شعر شي من الإنجيل شي من الكرآن بيينكتبوا بيينرشوا بيتلونوا بيتعطقوا كمان هوا جيدريات للحطام نعمل صوانئ خشب ندخل الخشب مع المعدن مع اللون كمان هنا نترجيك فيه منهم معدن حلو كل المعدن فيك تطلع منه شي نحن المعدن اللي نفيه ونجيبه لوح جالس ما بشي نحن نبدأ من المودال أو من الصورة اللي بتجينا أو من الفكرة اللي بتطلع نبدأ نقص كل شي بنقص على الإيد ما في مكانات بتقصص على الإيد بنجمع ليصير قصص مثل هاي بتصير تريه بعيد تريه هاي بتنجمع على هاي لترجع تتلون بهذا اللون بتصير مثل هاي مثل هاي هاي كانت لوح ولا شي هو هيدا بصير عادة الشغل اليدوي الشغل اللي حرفت إذا ما كنت بتحبه بتحبه ما قلو عازم ما فيك تبدع فيه الشغل أشغال يدوية لازم تحبه من قلبك لتقدر تطلع منه شي موضوعة مش موضوعة بس مادة موضوعة لأ موضوعة عن جد عشق أنا خمسة وتلاتين سنة صاري بيجي لهون ماكسموم سبعة بكم هون يعني إذا بيجي سبعة أو شوية بحس حالي مأخر في المن هون أقل الشي ستة ومن السبعة هيدا أقل يوم بحب قعد هون بحب قعد بين النحاس بين الخشب بين الحديد بين ستنلس بين كل هوا التفاصيل بلاقي حالي هون أهمية الحرفيين للبنان سقافتنا تراثنا لنحافظ على السقافة عيدنا لنحافظ على تراثنا في شغالات ما لازم تموت وهي أساس لبنان وهي بتعرف على اللبنان يعني هي مثلا كيف الدبكة بتقول لبنانية أو بتقول مثلا التبقول لبنانية في عنا حرف لبنانية ما حدا قدر يقلدنا ولا نحنا الحمد الله عم نقلد حدا بس في شغالات نحنا نتميز فيها سابتي ما حدا بيعملها نحنا بس نعملها بتبين عن هويتنا بتبين عن هوية لبنان يعني مثلا مثل هوت رياد أقرب شي لقلنا شي مغربي بس مش متل هيدا الستين نحنا غير غير كفوتة السوشال ميدا فيك كفوتة كفوتة وبالنسبة للحرف على سعيد لبنان لا شي كتير مهم عم نحافظ علىها أكيد ومساعدة في كتير ناس خيرين باللبنان خيرين مش بالمعنى المادة خيرين بالمعنى الإعلام يدوع الحرف فيه صار فيه كذا حدا متل حضرتكم عم تواصلون عم تواصلونا للعالمية عم تواصلونا بطريقة مرتبة هلا كل شخص فينا الحرفيين بتلاقيه عامل سايت لقلو أو كذا بس اخي الشي بتنقصوا الخبرة للتصوير أو للمقابلة أو كيف وضي يدوع حرفته نحنا نقابتنا قدنا فيه عم تحاول تجمعهم هلا اليوم صورتوا ببيروت بكر إن شاء الله بتصوروا بالشمال بالجنوب بالإبقاع بتشوفوهم كلهم كلهم قلب واحد روح واحدة كلهم الحمدلله إذا شوية أمان ما بدون كتير أمان شوية أمان بيشتغله يعني ما وضعنا كتير منيح الكهرباء شوية مدايقيتنا أو كيها مثلنا مثل غيرنا بس إذا الحرفي حطرة عقله براسه مزبوط ويشتغل بيعيش ما حدا يقول إن الحرفي ميت من الجون لا إذا نوى ويشتغل مزبوط بيعيش ويوصل ويطور حاله بيطلع منه الحرف 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 نحنا نشتغلها حقا مصاري في ناس بتحب شغلك لأنه شغل إيد لأنه ما في مكنة يعني الأجنبي بس يجي أو العرب الخليجي بس يجي نحنا هوا زبوناتنا أساسية بالصيفية حتى بالشيطة عندنا زبوناتنا برا كلنا منشتغل يعني يعني كلهم بيحبوا هيدا اللمس اللبنانية الفنساج اللبنانية مش عم نشوف حالنا بس فينا نشوف حالنا نحنا الشغلنا كتير مرتب و لما تكون شغل إيد ما بتطلع شغلة مثل التانية بالظبط يعني هيدا اللي بيخليها تتأكد أنها منها شغل مكنة فهي هيدا اللي حلو فيها هيدا اللي بيخليها تصير حال فينا زبوطة مية بالمية هاي مثلا خريطة محفورة كل المناطق اللبنانية إذا بتركز شوي عليها هرمل ترابلوس باترون جبال جونية بيروت صيدة صور نقورة جزين راشية برالك بعد نبطية عنجر عربك عرفت كل المناطق مع المجموعين بغير الخريطة اللبنانية بتخطو لكم عشر حبيت وكل واحد تلتقوا فيه بتقولولو هيدا بلد لبنان بكل فخر وارزتك والفينيسيا والخريطة مع الضياء وكلمة لبنان ما خشبت من خشبنا رائع مرسي كتير عنجاد رائع شغلة كتير حلو التفاصيل الصغيرة يعني كل شغلة محطوطة هون كل شغلة مكتوبة إذا عنكن حدا بتكون تهدوه شيد بيضوا وجقون معو والشغل يعني على الطريقة الأديمة حلوين هولي مسانزورات كذا عادة بالبات شفت؟ هدا الشكل الدربزين الأساسي لبيروت عملناه شمعدان بتحط الشمعة هون بتضويع بيطلع مرسوم الشمعدان الدربزين بيطلع كله على الطاول اللي انت قاعد عليها وكذا موديل الدربزين كل موديلات الدربزين اشتغلناها الأديمة الأديمة